السلام عليكم طلاب العزاء الشغلة الثانية اللي راح نتعلمها او العملية الثانية انه كيف الرسة الحاسبة كيف الرسة الحاسبة بمعنى انه نمسح وننظف اي عمليات حسابية اجريت الروح على الشيفت و الروح الى هنا مكتوب CLR بمعنى انه clear رقم تسعة وانه بادوس ثلاثة اللي هو وانه بيساوي يساوي اذا هنا عندي دائما يمت فيمتقرون هنا راح تلقي الامر عندك هذا الحرف هو حرف بمعنى انه ديقري اذا راح نتعلم معكم مهارة اخرى انه كيف راح نحول بين الانظمة بين الديقري والريدين مجرد ادوس شيفت بعدين اروح على المود راح يطلع لك انه عندك هنا الريد وعندك الديقري وعندك انظمة اخرى فاني يهمني هو بين الديقري رقم ثلاثة وبين الريد اذا انا جريت رقم ثلاثة ديقري اردلي الريد في مجرد ادوس رقم اربعة سيتحول عندي الحرف الى ار تمام شباب اذا محاضرتنا هذه الثانية بالنسبة لاستخدام الحاسبة هي كيف احول بين الانظمة وكيف رسية الحاسبة وكيف احول بين الانظمة عندما يكون ارقام اللي عندي ارقام النظام اللي هو الديقري ارقام عادية وليس زوايا تمام اذا هذا نظام الريديين اذا لازم احول احول الحاسبة الى النظام الريديين حتى اقدر انه يطلع النتائج صحيحة في حالة وجود دوال وثلاثية مثل الساين كوتساين تمام شباب اتمنى لكم التوفيق